اشتركوا في القناة عنوان الدرس الالف التي تكتب ولا تلفظ الكتاب الخامس الصفحة 67 اراقب يدن الناس من الاعلان الذي كتب فيه احرصوا على حماية صحتكم ولا تأكلوا ما يسيء اليها ان الذين اهملوا ذلك ندموا فيفرحون بجهود وزارة الصحة من اجل التوعية الصحية السؤال الاول ما نوع الكلمة احرصوا الكلمة احرصوا هي فعل السؤال الثاني ماذا تسمى الواو التي اتصلت بفعل الامر تسمى الواو التي اتصلت بفعل الامر واو الجماعة السؤال الثالث ماذا زدنا بعد واو الجماعة لما وقعت اخر فعل الامر زدنا بعد واو الجماعة لما وقعت اخر فعل الامر حرف الالف السؤال الرابع هل نلفظ هذه الالف لا تلفظ هذه الالف السؤال الخامس ما نوع الكلمة اهملوا الكلمة اهملوا هي فعل ماضي السؤال السادس ما اسم الواو التي اتصلت بهذا الفعل الماضي الواو التي اتصلت بهذا الفعل الماضي هي واو الجماعة السؤال السابع ماذا زدنا بعد واو الجماعة لما وقعت اخر الفعل الماضي الالف الالف الفارقة لاحظ الواو آخر الفعل المضارع يدنو ما اسم الواو اهي من اصل الفعل ام واو الجماعة ام واو الجماعة ام واو الجماعة ام واو الجماعة هل نستطيع ان نحذف حرف الواو ام واو الجماعة 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 احرصو لا نزيد زد ألفاً بعد واوي الجماعة حيث ينبغي يرجو المريض أن تتحسن صحته فعل يرجو هل يحتاج إلى زيادة الألف؟ لا يحتاج إلى زيادة الألف لأن الواو من أصل الكلمة التلاميذ حافظوا على نظافة الملعب فعل حافظوا هل الواو هي من أصل الكلمة؟ الواو ليست من أصل الكلمة هي واو الجماعة وبالتالي سنزيد عليها الألف المثال الثالث أيها الصغار لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم قبل تناول الطعام فعل لا تنسوا الواو زائدة إذن هي واو الجماعة فنزيد ألف الفارقة التي تكتب ولا تلفظ وكذلك فعل تغسلوا لأن الواو زائدة أيضاً أتمنى لكم كل التوفيق أحبائي على أمل أن نلتقي في القريب العاجل ترجمة نانسي قنقر